اهلا وسهلا بكم على قناة اكسب ونلاين الحلقة دي نتكلم فيه عن مصادر فيديوهات يوتيوب هنعرف بالضبط في الحلقة دي ايه هي المصادر اللي ممكن نستعين بيه عشان نعمل فيديوهات يوتيوب لو انت اول مرة تشوفني اعمل اشتراك في القناة وفعل اجراس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة ونكمل بعد الفاصل دلوقتي انا عندي كم موقع نقدر نعتمد عليهم انه هم يوفروننا مصادر للسور ومكاتر الفيديو وتراكات الموسيقى وكل حاجة هنحتاجة يعني ان شاء الله اول موقع من المواقع دي هو اليوتيوب نفسه ان انا لو دخلت على موقع اليوتيوب ادي موقع يوتيوب قدامه انا مثلا محتاج مقاطع معينة عن الفوركس مثلا ادي النتائج ظهرت لي مقاطع عن الفوركس طيب انا اقدر استخدم الفيلتر اللي قدامي ده اضغط عليه وابدأ ادخل على حاجة اسمها كرياتف كومند كرياتف كومند ده عبارة عن ايه ده عبارة عن ترخيص في اليوتيوب ان انت لما بتيجي ترفع المقطع بتاعك على اليوتيوب على القناة بتاعتك بيجي يحدد لك يقول لك انت عايز الترخيص ايه يوتيوب لايسنس اللي هو ان الحاجة دي بتاعتك ودي حروق الملكية والطبع والنشر بتاعتها راجع لك انت ولا كرياتف كومند ان انت تقدر تسيبها متاحة للاستخدام من اي حد بدون اي مشكلة فهنا ترخيص كرياتف كومند ده اللي بيخليك تستخدم اي حاجة بتاعت اي حد بدون اي مشكلة يعني مثلا لو شبت الفيديو ده ده في اول نتيجة بحث يعني سبني من الاعلان والفيديو نفسه انا لو جيت عملت هنا في الوصف شومور اهلاقي لايسنس كرياتف كومند ريوز اللاود يعني مسموح اعادة الاستخدام يعني مفيش مشكلة خالص ان انا نقدر استخدمه زي ما انا عايز وفيديو واقدر انا ااخد منه او اكتبس جزء منه ما عنديش مشكلة وغير فيه واعدل زي ما انا عايز يبقى انا مبدئيا اقدر اطبق ده على اي حاجة يعني انا مثلا ممكن اعمل حاجة تانية ممكن ابحث عن مثلا الاستضافة وهاجي في الفلتر اعمل كرياتف كومند عشان اخد الحاجات اللي تلزمني اهي سي سي ده اختصار لكرياتف كومند ان انا اقدر استخدم كل الفيديوهات دي اعدل فيها ونزلها على القناة بتاعتي بدون اي مشاكل تلقيس على كده بقى اي حاجة اه مجموعة سور او تراكات موسيقى او اغاني اي حاجة تحت ترخيص كرياتف كومند اقدر اخدها وعدل فيها واشتغل عليها عادي جدا طيب هل ده المصدر الوحيد اللي عندي اكيد لا احنا بنقوله عشر مصادر طبعا اليوتيوب ده احنا حطينه مش من ضمن العشر مصادر دول لان هو حاجة يعني اساسية عندنا وهو يعتبر برضو من الحاجات الاقوى لان انت عندك كل حاجة بتبقى جهزة انت بتاخد الفيديو وبتعدل عليه وبتضيف عليه زي ما انت عايز الفكر بتاعك او الاضافات بتاعتك وتبدأ ان انت تريد رفعه تاني لكن احنا عندنا دلوقتي مجموعة مواقع ظهرت مع بداية انتشار اليوتيوب اليوتيوب انتشر قوي وطبعا الناس زادت في عمل القنوات اقبال على الموضوع فالناس محتاجة برصيد من السور ومن الفيديوهات ومن المقاطع كل ده محتاجه فبدأ المصورين المحترفين والناس بتوع المونتاج والكلام ده يعملوا مواقع ويبدأ ان هما يرفعوا عليها الحاجات دي يرفع عليها السور بتاعتهم يرفع عليها المقاطع بتاعتهم او بتراكات الموسيقى طبعا كل ده بيكون يعني في جزء منه مجاني وجزء مدفوع لكن طبعا الجزء المجاني غني جدا يعني تقدر فعلا تعتمد عليه مفيش مشكلة خالص لكن طبعا الجزء المدفوع بيبقى اعلى واقيم يعني فبالتالي المواقع دي بقت غنية وداسمة جدا لدرجة ان انت بتحتاج اي حاجة بتخش الموقع من دول تكتب فيه اللي انت عايزه بتلاقي النتائج ظهرت لك سواء السور بقى او فيديوهات او مقاطع اناميشن او تراكات موسيقى زي ما انت عايز يعني على حسب الموقع انت بتلاقي عندي اول مصدر للسور بتاعت اليوتيوب اهلاقي على موقع بيكسلز موقع بيكسلز من المواقع الغنية جدا بالسور والمكتبة بتاعته كبيرة جدا بتضم اجموعة كبيرة جدا من السور في كل المجالات يعني انا ممكن اكتب مثلا عن الموضوع بتاعنا فوريكس وابدأ اشوف السور اللي هتطلع لي كل دي نتائج بحث اللي موجودة عنده هنا ممكن اخد عشر السور مجانية ودي السور المتعلقة بموضوع الفوريكس تاب انا لو غيرت وعملت موضوع تاني مثلا يوتيوب هلاقي نتائج تاني تطلع لي يسعى لكده في كل المجالات يعني ان دلوقتي محتاج اي مجال اي تصميم انا بعمله اكتب مثلا البحر هيطلع لي نتائج هتكتب اي حاجة دايما هتلاقي نتيجة بتطلع لك عشان كده بنقول المكتبات دي غنية جدا يعني المواقع دي تعتمد عليها فعلا اعتماد كلي ان انت تحتاج لي مصدر طبعا تحطها في اليوتيوب وانت متطمن لان هي كده كده معاليهاش حقوق طبعا وناشر تقدر تستخدمها زي ما انت عايز طيب ده كان اول مصدر عندي تاني مصدر برضو موقع بيكس بي موقع بيكس بي برضو من المواقع المتميزة جدا يعني ايه هتلاقي برضو المكتبة بتاعته مليانة يوتيوب حتى هنا لو ناخد بالنا ان لما جيت ابحث عن يوتيوب جاب لك ليها اقتراحات يوتيوب فيديو ابدأ ان انا افتح كل حاجة واختار منها اللي يناسبني اشوف انا محتاج ايه واخده زي ما قدامي هنا كل المجالات اللي انا عايزها ممكن اكتب مثلا راستينج ابحث عن الاستضافة الاقي السور تطلع لسيرفرات وسور متعلقة بالاستضافة ايا كان اللي هكتبه هلاقي نتيجة بحث لان زي ما قلنا المواقع كبيرة ومليانة فقدر استخدمها زي ما انا عايز ممكن يكون موقع متميز عن الثاني في موضوع معين فما فيش منع ان انا ادور في كل المواقع عن موضوع معين واختار الموقع اللي بيقدم اقوى حاجة الموقع اللي معنا بعد كده هو موقع فيديو زي وهو من المواقع المميزة جدا لان هو بيوفر لك موقعات متحركة وموقعات فيديو تقدر تستخدمها في اليوتيوب بكل حرية ندخل مع بعض الموقع نبحث مثلا عن هوستنج خليها مش مشكلة نبدأ ندخل على اي حاجة منهم نشوف اي فيديو منهم ادي الفيديو ده مسلا ممكن استخدمه كانترو للقناة بتاعتي وطبعا ما فيش اي مشكلة فيه لان ما فيش حقوق طبعا ماشر فقدر استخدمه براحتي طريب نجرب حاجة تاني ندخل هنا مسلا ادي الفيديو تاني وهكذا بقى في اي مجال انا محتاجه اقدر استخدم الفيديوهات بتاعته بكل حرية الموقع بيوفر مجموعة كبيرة جدا من الفيديوهات اللي نقدر استخدمها الفيديو اللي ينسبك او اللي يخدم على المواضيع بتاعتك ادخل وابحث عن موضوع معين وهشوف هيجيب لي في ايه خلينا برضو في المواضيع بتاعتنا ونشوف النتائج هتجيب لي ايه هيلاقي نتائج ولا لا لقينا هنا نتائج نجرب نشغل اي فيديو نشوف هيطلع فيديو ولا ممكن يطلع صور زي ما احنا شايفين اهو طلع فيديو معايا في الموضوع اللي انا بحثت عنه اقدر استخدمه زي ما انا عايز اقدر استخدمه وعدل عليه وحطه في القناة بتاعتي بدون اي مشاكل وبكده يعني احنا تقريبا طبعا احنا مش نشرح العشر مواقع لان هما مفهمش شرح او كلهم متوفرين قدامك انت تقدر تدخل على اي موقع وتدور فيه على المجال اللي انت عايزه وتشوف افضل موقع يقدر يخدم على المجال بتاعك وهكذا سواء سور او فيديو او تركات موسيقى او انيميشن زي ما تحب لو عنده اي اسئلة يسيبها لنا في التعليقات سواء في القناة او في موقع اكسب اونلاين ويرتكون الحلقة فادتكم نشوفكم الحلقة الجاي اشتركوا في القناة